موسيقى 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 كان جاي نخدم هنا في منطقة انت عزيو كان قلعوه الكلامان تين نافيق كان بقى وخدامين كان بداوت صباح ومعات ثمينيار كان ريضو تلت ثلاثاق كان بقى وخدامين كان بقى وخدامين على روسنا وعلى والدين تاوعنا كان خدموه تلت شهور ربع شهور على حساب الخدمة على حساب السلعه كان نقلعوه بالنقص هذي كان نقلعوه صار جايه بالسنادق وكان صار جايه ويدي وصار دابا اللي يكون يفهم الحوايج وهذي يفهم اللمقص غير يجيه سهله كانت ما يفهمش اللمقص وهذي غير يجيه صعيبه على حساب دابا كل عام كان نقلعوه كان نقلعوه ببركان اي منطقة اللي بانتلي فيها كان نقلعوه هنا الخدمة مزيانة هنا نحن نتواجده بإحدى الضيارات الفلاحية بالدائرة السقوية لسهل الصبراء بإقليم الناظر هذا السهل المساحة تقدر بحوالي 5600 هكتار التي توزع إلى ألف ومئة هكتار والفين هكتار هذه المساحة من الحوامد تتمكن من خلق وحد دينامي أسوء اقتصاد بحيث تتمكن من توفير حوالي 264 ألف يوم عمل خلال السنة وكذلك الإسهام في الإنتاج الإجمالي للحوامد بالمنطقة ذلك بسبب المجهودات الجبارة التي تقوم بها إدارة المكتب جهة وستمر فلاحي بخصوص تسهير وتدبير وعقلنة الموارد المائية وتوفير الماء السقي وتتميز المساحة المغروسة بالحوامد بالتنوع بحيث أننا نجده مجموعة من الفريتي أهمها لنافيلين أو الموسكا التي تتميز بمجموعة المميزات أهمها النج المبكير بحيث يتم الجنية من بداية شهر يناير إلى نهاية شهر فبراير كما أنها تتميز بواحدة المردودية عالية التي يمكن توصل إلى 40 طن بار هيكتار وكذلك تعتبر من بين الفريتي الجد مفضل لدى الإيزان تيرميديار وكذلك ليكوميرسان نظرا للإقبال الكبير عليها من طرف المستريك وذلك راجع إلى القيمة الغذائية ديالها وكذلك الضوق الجيد لاحتوائها على تركيز مهم من السكر وكذا شكلها الجيد بحيث يتم تسويق ديالها في مختلف المدن المغربية أهمها مدينة فاسطانجا والدار البيضاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر